في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي أقر المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان ديمستورا بأنه فشل في تشكيل لجنة مكلفة بصياغة دستور جديد لسوريا قبل نهاية العام مشيرا في الوقت نفسه إلى أن السلال الأربعة وهي الحكومة والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب التي تم التوصل إليها في مفاوضات جينيف قد تمثل أساسا لحل الأزمة ديمستورا أكد قبل مغادرته منصبه أن الوعود التي تمخذت عن أطراف الأزمة السورية لم تتحقق وأن الأمم المتحدة وضعت اللبنة الأساسية للتسوية لكنها لم تتمكن من وضع آليات تقود للحل كذلك أوضح المبعوث الأممي إلى سوريا بأن الفترة التي قضاها في منصبه تعادل طول الحرب العالمية الأولى عاش خلالها السوريون صراعا وصفه ديمستورا بالقدر والوحشي والفضيع وتابع المسؤول الأممي أنه بالرغم من اتفاقيات وقف إطلاق النار في سوريا ومناطق التهدئة التي ضمنتها بعض الدول إلا أن الكثير من الأرواح أزهقت في سوريا المبعوث الأممي لفت كذلك إلى أنه سعى لإنشاء لجنة دستورية متوازنة وجامعة وذات مصداقية وقام بتحديد 11 معيارا بشأن وضع الدستور وقدم 6 أفكار خاصة بإجراء الانتخابات لكن النظام السوري رفض مبادئ الأمم المتحدة ودورها الخاص وقائمة أسماء الأعضاء المقترحين للجنة الدستورية ناهيك عن تعرض أشخاص في سوريا وردت أسماؤهم في قائمة اللجنة الدستورية للإرهاب والتخويف من قبل النظام ديمستورا قال كذلك إن المهمة الأكبر والأصعبة والتي لم تنجز كانت في إقناع أطراف الصراع في سوريا بالاعتراف ببعضهم البعض للتحاور كما عبر ديمستورا عن شكوكه بشرعية عدد من المرشحين في اللجنة الدستورية من القائمة الثالثة التي اقترحتها روسيا وتركيا وإيران وتضم خمسين شخصا قائلا إنهم ليسوا متأكدين أنهم يستوفون المعايير الضرورية للمصداقية والتوازن